مرة تانية مساءكم خير وزي ما بدأنا الحلقة وإحنا بنتكلم عن تحديات حقيقية حصلة فيه كتير من القطاعات من دقيقة كل ما تكلم حضراتكم عن القطاع العقاري قطاع السيارات والسيارات في مصر ليست رفاهية بالمناسبة فأي حد بيتكلم عن ارتفاع سعر السيارات وانتوا تتكلموا في العربيات والأزمة دي ده جزء من القضية لكن احنا عندنا تحرك حقيقي من الدولة وجهود حقيقية بعد كاب 27 بالمناسبة مصر ما زالت رئيسة ملف البيئة لحد 23 لحد السنة اللي جاي لحد ما تسلم الامارات فما زلنا على رأس أو العالم بينظر إلينا إيه القرارات اللي بنعملها وإزاي بنكمل فالصناعات النظيفة والطاقة النظيفة دي حاجة لاغن عنها والحديث عن السيارات الكهربائية ومستقبلها في مصر احنا متشرفين أنه يعني في شخص عزيز علي شخصيا وعلى كتير من المشاهدين مهندس جمال عسكر خبير السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أنا بفرح ومبسط وأستفيد لما حديك تكون موجود معنا نورنا نورنا مش مقصر أنا خليك أحضر أحضركم كل السادة المشاهدين الأول أسأل السؤال الدبلوماسي الهادي ولا أدخل في الموضوع على طول نحن عايزين نشتغل بمبدأ على الهادي يا زباة طيب نبقى له طف الأهمية الاستراتيجية ليه أنه يبقى عندنا سيارات كهربائية في مصر ومن ناحية تانية خلاص بعم فيش هدوء بعد كده المقاومة العنيفة من سوق السيارات لإن ذا يحصل فيه ايه احنا متأخرين كده ايه تمام الاول بس نقول ايه ان مصر عملت حدث كبير كدا نتكلم عن الكابتة وندي 7 الناس كلها أغلبياتها احنا عندنا مشكلة بس في مصر ما بنصقفش المواطن فيه ناس كتير تسوي يعني ايه كوب؟ يعني الت 27 ممكن المؤتمر الت 27 طيب الكوب ده اللي هو الالكونفرنس ببرتيس ملتقى الأطراف كلها وكده فلازم الناس بعرفها وعارفين ان احنا عندنا في مؤتمر باريس يعني المؤتمر ده كان أساسي انه هو عايز يطبق كل ما ورد في باريس فباريس بتقول ان احنا عايزين ندفع مليارات عشان نبدأ نمنع التلوث والامبعاثات الكربونية السامة اللي بتسببها الشركات العملاقة والدول العملاقة في الدول الفقيرة ليه لان الدول الفقيرة ما بيهمها الانسان الدول المتقدمة بتبحث عن الهيومان كابيتل الأساس قيام الدول هو وجود طاقة بشرية مش هزيلة يعني صحتها كويسة متعلمة كويس قوي عشان تقدر توصل في كل مكان هتستغربي لما تسمعيني في شركة عندها مية وسبعين ألف موظف منهم سبعين ألف موظف بيشتغلوا في research and development في البحث والتطوير تخيالي احنا بنقول دايماً إيه؟ عندنا في الشركات كلها في الماناجمنت بنتكلم على الـ productive stuff والـ productive stuff والنسبة تبقى دايما بين المنتجين وغير المنتجين النسبة بتاعت المنتجين وغير المنتجين بتبصي المية ألف وسبعين ألف أقصادهم هم مش منتجين بس دول بينتجوا بإيه؟ إحنا عندنا من ده كتير قوي بس الناس اللي عندها ده في ناس كتير بتحول تديهم كتف شمال فيبعدوا عن المنظر ونبدأ نصور اللي بيسموه بالدارج يعني الفنكوش ليه؟ إحنا محتاجين الراجل المبدع الراجل اللي في مكانه يقدر ينتج الـ productivity والـ efficiency الكفاءة والإنتاجية هم نمرأ واحد في كل دول العالم المتقدم موافقة اشتركوا في القناة